اشتركوا في القناة بتصرفكم أصدقائي المتابعين حلقة طبية غنية لليوم رح نتناولى مع الدكتور محمد تسوقي الاختصاص في أمراض الدماغ والجهاز العصبي ورئيس قسم الأمراض العصبية بمستشفى رزق الأيو أهلا وسهلا فيك دكتور محمد تسوقي شكرا يعطيك العافية اليوم موضوعنا بهم كتير المشاهدين والمستمعين ومنعان منه اللي هو الميجران دكتور بس بداية لما منعمل سورج على الميجران منشوف فيه شيء اسمه الصداع النصفي وفيه صداع الشقيقة نعم لياللي ما بيعرفوا هل هن التعرفة هي زيتها يعني والتداعيات والعوارض اللي منحس فيها هي زيتها الصداع النصفي والصداع الشقيقة أو لا فيه فرق بين اتنين شكرا لك بالأول لإيديات صوت لبنان وعلى موضوعك اللي نقيته له لأنه هو بالحقيقة يمكن ما فيه بيت إلا ما عنده وجه عراس صح وبدأيقول كمان قبل ما تشرح أنه كل البيت اللي عم بيشوفنا أو عم يسمعنا فيه يطرح أي سؤال على حضرتك اللي علاقة بالصداع من خلال أرقام التليفون 01325555 76611003 أو 005 يلي بحبوا يتواصلوا عبر خدمة الواتساب فيهم يتصلوا أو يبعطوا رسائل صوتية ومكتوبة رقم الواتساب هو 76611001 دكتور ما هو الصداع النصفي ما هو الصداع الشقيقة الصداع النصفي حتى نحدد شوي موضوع الحلقة اللي هي بالزبط عن الصداع النصفي كل ما هو صداع نصفي هو شقيقة أو هميغران حتى يثبت العكس يعني بس يجينا مريض بقولنا أنا نص راسي موجوه أول شيء منحط قدامنا أول تشخيص يلي هو الشقيقة ميغران رح نبدأ بهال بهال موضوع هذا لأنه هذا موضوع شائع وتقريبا بصيب 18% من الناس نسبة عالية جدا والشقيقة أو الميغران يلي هي بشكل عام هي الصداع نصفي بتصيب الشباب أكتر والحقيقة هي ما بتعرف عمر ممكن يجي الشقيقة عن شخص عمره سني وسنتين وممكن الشقيقة تضل لبعد الستين سبعين سني بس البيك تبعيته قمة الشقيقة تكون تبدأ بسن اليفع يعني بس الشخص يصير بالغ بعمر السبتعاش سبتعاش سبتعاش ستمنتعاش هاي دي بتكون البيك تبعيته جمالا بتصيب متل ما ذكرت انه 18% من نساء العالم بصيب الصبية أكتر ما يمكن إلو علاقة بالهرمونات معاولي لأنه في كتير من النساء بصير عندهم دايما أوجاع ميغران وقت المعاد بس نحكي عن الميغران أول الشيء شغلي مهم جدا استاذ هيكل أنه تشخيص الميغران بتم عبر الفحص السريري فقط هو ما في شيء بشخص الميغران لا عبر فحص دم ولا صورة السرير فقط الفحص السريري واللي عنده ميغران نكون شوي حذرين انه بس ينطلب فحوصات كتير يعني في شيء مش زابط الميغران إذا شيء زابط يعني بس ما يفهم وغلط العالم يحس أنه في شيء خطر رح وضح كل مريض عنده شاب أو صبي عنده صداع نصفي مترقي مش فجائي يعني بيبلش عبر ساعات لأنه أي وجع فجائي هو طارق جدا وهو غير ميغران حتى نبدأ بالشيء إنه شو الصداع اللي لازم ناخده على محمل الجن هو أي صداع فجائي بيقول له يعني مثل بيحس كأنه في شيء انفجر برأسه هيدا الصداع الفجائي من ميغران هيدا لازم يروح فورا على طوارق المستشفى بس في حال استمر هيدا الصداع الفجائي الداوئت مش لازم ينطر المريض يلي بحس بصداع فجائي من دون عوارض مسبقة وحس كأنه في شيء انفجر وظل فترة نص ساعة ساعة وترافق باستفراغ اضطراب بالنظر المسألة سريعة ما لازم ينطر يمكن الصبح لعشية مظبوط هيدا مائلة علاقة بواجع الميغران ولكن الواجع النصفي المترقي يلي بيكون اجمالا نابط بيجي المريض نبقل لنا انه عم بسمع دقات قلبي على فروة الرأس مع غثيان يعني بصير نفسه تلعيد والضو بصير يدايقه والريحة والصوت ما بيعد فيه يتحملوا أبدا هيدا حالة ميغران ريحة يعني اي ريحة برفان دخان ما بيتحمله اي بيقول خلاص ما لدي يتحمله بكن طف وضو بكن سكر البراد ما بدي اسمع صوت وما بدي شم ريحة وبيكون واجع راس نصفي نابط هيدا الكلاسيكال الميغران الميغران كلاسيك الصداع المترقي شوي شوي هي ميغران ولازم يشوف حكيم جهاز عصبي طبعا وتشخيص الميغران بيتم عبر دقيقة واحدة بس إذا نسأل وحوضة الأسئلة بيكون عنا كل الموجودات العلمية لحتى ما نطلب ولا اي فحص وبالتالي ما نكلف المريض عن الفحوصات اللي صارت ميكل في كتير اللي هي مائلة لزمة بحالة المجرع دكتور في حال أنا ما نصبط بصداع نصفة وما صار فيه مثل كأنه انفجار إذا فينا نوصف براسة هل هناك من سبل وقاية طبعا وصل لهالحال اللي عم تحكي فيها أوكي وهالسبل وقاية عفوا لازم نبلشها من نحن وصغار أو فيه البالغ يعني اللي عمره فوق 18 أو اللي عمره 40 أو 45 بعد ما نصاب فيه عنده بعد خطر إصابة يمكن لو عمره فوق 45 فوق 50 بيقدر يتبع صبو الوقاية معينة أكيد موضوعنا عن الميجران نعم نحكي عن المريض اللي عنده صبو الوقاية محددين بالميجران اجل عند الطبيب وقال له معك حالة عالة ميجران جمالا الميجران مثل ما قلنا عوامل مؤهبة يعني هي بتكون risk factor أنه تجينا نوبة حادي هي بيكون في عنا الحياة اليومية غير منظمة دوغطات يومية هل نومك جيد أو لا هذه شغلي لأن المريض يلي بينام مأخر وبيفي كمان مأخر أو ما بينام ليلي وتاني يوم يعوض أكتر وأكتر هيدا مريض معرض أنه يصير مع نوبة ميجران عشان هيك في عنا أنتتي بتقول صداع الويك أند يعني الشخص مثلكم مثلي بفي الساعة ستة الصبح على شغله تانين للثبت بيجي يوم الأحد بدي ارتاح يوم الأحد بيصير مع نوبة ميجران لأنه تغير نمط نومي أول عامل مؤهب أنه نظم اليوم ثاني التعاب المؤهب هو الصوم في بعض الصبايا أو الشباب لا يصوم عند الطائفة المسيحية أو الإسلامية لأنه المريض يجب يأخذ حصته صباحا من الطعام أو الشراب لحتى ما يصير في عنده ميجران هنا كثير من حدد أنه إذا هالميجران عم بيديئك ومش عفيك تصوم وكل يوم عندك نوبي يجب تفتر هذه مقلة وقاية لأنه نعالج السبب هذه يكون عنده عدر شرعي أنه أنه مقصوم نحن مقبلين على زمن الصوم عند الطواقف المسيحية التي تتبع على التقويم الغربي في حال حدا كان مصاب بميجران مجبر أنه مجبر إذا هو يزير نواب الميجران عنده أثناء الصوم معنات في عنده عدر شرعي أنه أنت لازم تصوم الشال الثالث هو عامل مؤهب بعض المرضى يعرف أنه في عنده طعام معين إذا بيكلوا أو شراب معين بيصير معه نواب الميجران لحط أعطيك مثالين بعض منهم أكتر شي اللي بيشرب نبيض أو أي نوع من المشروبات الكحولية هيدا من أحد المسببات لنواب الميجران بعض المرضى مشتقات الحليب إن كان جبني أو لبني أو غير شي يقول بيجول أنه أنا بس أكل يصير معين وبتنوي الميجران وفي منهم عندهم على الشوكولات بس هذه من قاعدة بتكون مطبقة على كل مرضى الميجران يعني كل شخص بشخصه يعني بتسكر من فترة جاءت عندي مريضة قالت أنا بس أكل بطيخ يصير بشكل عام في أطعمة بتساهم بالزيادة الميجران بشكل عام يعني بصفون أنه تتمنوا نسأل المريض يتم الإبتعاب هل أنه يزيد الميجران بس تشرب ألكول هل يزيد الميجران بس تأخذ مشتقات الحليب هل يزيد الميجران بس تأكل شوكولات إذا قال A نقول هذا خلاص يجب تبتعد بدل حياة بدل حياة بحب طم من المتابعين أنه الميجران هو مرض سليم بالآخر يصح لحاله بدون جميلة حدا مع أنه كتار يعتبروا أنه الميجران لا شفاء منه لا له شفاء طبيعي 80% من المرضى يعني 80% عدد كبير بيشفوا لحالهم بعد عمر 40 أو 45 سنة ولكن 20% يمكن أنه يضلف عنه ميجران أكتر بس 80% يصحوا بشكل تام يعني اللي معهم ميجران بعمر 15-16 بدوا ينطر لفوق الأربعين لا يلمس شفاء تام منه تقريبا إذا نفوت شوي بموضوع أول شي يعني شخصنا ميجران بشكل واضح عوارضه بالشكل المزبوط يشخص بتشخيص سريري فقط ما حدا ينطلب له ولا أي فحص بس نشخص الميجران بنعرف حسب العمر حسب الطول حسب الوزن إذا ضعيف إذا ناصح بنعطيه العلاج اللازم في عنا نوعين من العلاجات بنقول له ها دي أدوية بدك ضلك تخذهم لحتى تصل لعمر معين بنعرف انه بهذا العمر ما بيعود في عندك بجران إذا ماشي على هذي الأدوية بيكون فعلا جزء كبير منهم فوق 80% بيصحوا على العلاج في عنا نوعين من الأدوية في نوع أو الشي بنقول لهم بس يصير عنكم نوبة حادة فيكم تبدو فيه عفوا دكتور على المؤطع هؤل الأدوية هؤل علاجات جديدة ولا هن أصلا موجودين قديمة بس رح نحكي بشي متطور جديد العلاجات اللي هي فعالية اللي هي تيبيك من شان الميجران اللي بيقولولها من عائلة تريبتون هي عائلة فيها أدوية كتير هيدا علاج مناخده عند بدء النوبي وفعال جدا بس يحس المريض أنه بلش النبض عنده أو بلش تعينه يحس أنه فيها واجعة حتى 80% بيبلش عندهم بواجع رأبة بيروح ويشوف حكيم عظم بالأول هو تكون من صابع على فرد ميل على فرد ميل بيبلش الواجع على نفس الميل هوني فورا منقوله خلي دايما بيجيبتك حبي بس تحس بهذا الواجع فورا هيدا الحبي حس أنه بعد ربع ساعة نص ساعة راح الواجع بينما إذا رجع تجدد أكتر من خمس ست مرات شهريا لأنه الميغران مش بس بيأثر على الواجع المريض بيأثر على شغله على عمله وعلى علاقته مع الغير يعني مش حلو الواحد خلال شهر ياخذ عطلي لفترة أسبوع أو أكتر معناتها هيدا صار إنسان منو 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 منتج هون منعطيه علاج وقائي وهو علاج وقائي يعني منقوله حتى لو ما عندك واجع كل يوم بكتاخذ هيدا الدواء هذا احتياطي صحيح تحسبا لأي شي بص وهو علاج وقائي بس دكتور في كتير عالم بيكون عندها أمراض تانية عم تشفى من إصابات معينة يمكن هيدا الدواء ممكن يعمل لها أليرجية يضيئة مظبوط يعني هيدا الدواء الوقاء اللي حضرتك عم تحكي عنه هيدا بعض الحالات يمكن ما فيهم يتناولوا صحيح صحيح نحنا ما من نعالج مرض نحنا منعالج مريض يعني بس انشخص المرض بدي أعرف مثلا بعيد الشرع عنك استيستونيا هايك الله يخليك بدي شوف كل القصة المرضية تبعيتك شو عندك أمراض مزمنة فحوصاتك شو عامل يبنائي لك الدواء اللي هو مناسب لإلك ولا يتعارض مع دواء تاني أنت عم تتأخذه أكيد يعني لكل مريض في دواء الدواء الخاص هلا في كتير أسئلة براجي عم بيقولون عم بيجي اتصال دون يعرفوا اسم الدواء بين عطاء الهواء ولا يفضل شخصيا بس شخص الهواء أدوية أدوية لكن ليس بالاسم التجاري يعني الأدوية اللي صار معترفة فيهم سميتلهم اسم دواء بالعلاج الحاد للنوب الحادي كل عائلة تريبتا في اكس و اجراج وزاد بينما العلاج الوقائي كمان هو دواء حب الأدوية اللي أكتر شي فعالي من شان الميجران كعلاج وقائي هي أدوية قديمة جدا عمر أكتر من 80 سنة كانوا يعطوا من زمان دواء اسمه لبروبرانولول من شان دقات القلب لاحظنا أنه هيدا الدواء مش بس فعال من شان دقات القلب السريعة هيدا فعال من شان الميجران هيدا واحد منه الدواء بيعملوا نواب كهرباء وبيغيبوا عن الوعي بقولوا لا نواب هون كمان لاحظنا أنه كل الأدوية هيدا كمان فعال كتير بحلات الميجران هيدا الشغلي الشغلي التالتي في أدوية الضغط منخضها منشان الضغط العالي كمان لقيناها كتير فعالي منشان الميجران سؤالك مهم جدا لأنه كل المرضى صارت مثقفي وكل صارت تفوت على الجوجل إذا بتعطيه حبة البنادول بناتقرأ عنه فورا بيجي ناتا ديفون بعد وصفات كتير بتغش وبتورت المريض يعني بيكون بمصيبة بيصير بمصيبة تانية هون على الحكيم أنه يشرح لهم كل شي لازم نقعد مع المريض قاعد كاملي ونقله ممنوعة فيلم عندنا قبل ما تخلص أسئلة نعم دكتور كمان بدي بس نوضح شغلي لأنه كمان عم توردنا أسئلة بهال إطار كنت عم بتقول أنه اللي بيكون بعمر بسن الرشد يعني وبياخد دواء يومي نعم تمنشين يشفى كلية من الميجان لفوق الأربعين طيب اللي عمرهم خمسين عم نحن ما منعالج مرض منعالج مريض مريض كل مريض بحالته في مرضى بياخدوا علاج لمدة ستة أشهر بيصحه في مرضى بتاخد سنتين علاج في ناس بدون كل عمرا يعني حسب كل حالي بنقولهم لكل مريض اجا هلأ مضينا عائد سوا بدي شوفك إذا ما قادر تشوفني كل شهرين دو إلي تليفون إلي كيف بدي تابعك مثل يعني يعطيهم مثلا أنا هلأ حطينا نبتي زرعنا شجرة بدي طل علي دكتوركت عم بتقول أنه البالغين يعني بيحسوا بصداعة كتير قوي مفروض بساعة ساعة يروحوا عند الحكيم طب الطفل عمره سنة وسنتين كيف بنا نعرف أنه هيدا هالطفل مصاب يعني ما بيقدر يحكي أول شي تصرفات معينة بالطفل خصوصا أنه الأمهات والأباء بضيعه بين عم يبكي لأنه بعضه طفل وعم يبكي لأنه موجوع أبدا هيدا موضوع من فعلا أكتر شي بداية الأم وبداية البي أنه بس يشوف الأبنون عنده مشكلة وما حد يعرف لحتى لأخص لهم شغلة بسيطة أي طفل يعمر ثلاث سنين أو خمس سنين أو ست سنين عندهم اشتباه بحالة ميجران هؤدي أجمال ما عندهم وجع راس شو عندهم بيجون الطفل بشي تاني عوارد تاني مثلا الطفل اللي عنده وجع بطن بشكل متكرر وشيف حكيم جهاز هضمي وشيف حكيم أطفال وما خليله فحص كله كان طبيعي أوجاع البطن المتكرري مع دائما في عنا استفراز هايدي حالة ميجران حتى يضبط العكس من دون وجع راس هايدي واحد الطفل اللي عم نحسه انه كمان عم بيصير عنده مثل نوب اتراب مشي بتضل لفترة ساعات خلل توازن او مريض ضيع شوية وعملنا له كل الفحوصات كيف بده يضيع طفل يعني ضيع كيف انه ممكن صار يحكي شغلات غير منطقية يعني صار كونفو هلوسي هلوسي او غير هلوسي كونفو يحكي شغلات غير منطقية مع عارف المكان مع عارف الزمان بتحس صار غريب شوية بتضل ساعات وبتروح بس هود اكيد يعني هو مش حالة ميجران لازم ننفي بالأول شغلات تانية كتير خطيرة قبل اذا لقينا كل البيلان كان طبيعي هايدي حالة ميجران من دون واجع راس اجمالا الطفل ما بحس بواجع راس قليل جدا ما بيجي لعنده صدعة رحيخد شوية اسئلة المتابعين على رقم الواتساب 766 11 001 بعد بقينا خمس دقائق استثنائيا رح نختم على 2 إلى 10 لأنه دكتور محمد تسوقي جد عليه عمل طارق بالمستشفى دكتور رقم بينتهي ب482 ابن من عمر 15 سنة تحصل مرة أو مرتين بالسنة كريزة ميجران ليومين أو ثلاثة تمتد هل يجب أنه ياخد علاج دائم هل عمره 23 سنة شو هو الدولة قلت أنه لازم يضل عنده عند الحاجة الحالية التي لديها الشاب هذه حالة ميجران لأنه إذا لدينا مشكلة داخل الدماغ لا ينطر المرض الدماغي 7 سنين و 8 سنين لأنه الدماغ يولع إذا فعلنا مشكلة عضوية كبيرة من عمر 15 سنة إلى 23 سنة يعني صار له 8 سنين يأتي نواب هذه حالة ميجران تبيك لا أريد أن أسمي أدوية على شجرة العائلة التي أحبت لدينا باندول مرات تكون كافية باندول هو كمان اسم نعم على دماغ بينما أكثر شيء نعطي لعائلة التريبطان بينما ستنا الكريمة إذا عنده أكثر من 5 نواب كل شهر يجب نعطي علاج وقائي وهنا نفوت ب نوع من 23 بعد وشاب يعني نعطي الأدوية كمان هناك أدوية جديدة حديثة نزلت لعنى لبنان قبل 2019 ولكن من بعد 2019 أسحبوها لماذا؟ لأنه خرب البلد وما لديه أدوية كثير وانفائلت أدوية والشرك عوامل اقتصادية يعني ليس عوامل صحية هلأ أدوية تبيك فوردا ميجران فعلا نوعية مش هن الميجران أدوية مناعية بنعطيها بالشهر مرة عبارة عن علاج بنعطي إبري تحت تحت الجلد بالشهر مرة كل مريض صار يعرف يعمل لحاله وعبطعتي نتائج سوبر رائعة أسعارة خيالية يسألون أسعار أسعار أعرف بس أنه تقريبا شهريا بعد 600-700 دولار موجعا شوية بالنسبة للوضع رقمي بنتهي ب453 بونجور دكتور أنا عندي وجع كتير مؤلم مثل الكهرباء وجع بجهة اليمين من رأسي لعيني بتصير غباش وبحس من خاري سكر ودايمت فيها تقل كلهم جهة اليمين ما برتاح على البنادول بس برتاح إذا أخدت حبة أسبرين هيدا ميجران ولا مرض تاني زكر شغلي كتير مهم مستمع الكريم أنه عم بيصير عنده واجع كتير بيشبه الميجران ولكن عم بيسكر منخيره أي مريض عنده ميجران مع تسكير منخير والعين بنفس الماء اللي بتصير الدمع هيدا منشك بشي بقولوله ميجران يعني تشبه الميجران اللي بيسموها حالة كلاستر هدك كلاستر هدك أو بالعرب بقولوله الصداع العقوري اللي بتجي بشكل كلاستر أنا بقولله إذا النوب عم تكون شديدة جدا يعني معدل الواجع عشرة على عشرة وبتجي كذا نوبي خلال النهار لأ هيدا من نحن ميجران لازم يشوف طبيب دماء وعصاب منشان يحدد له مشكل صداع نصفي هو ميجران في كتير انتتيتاني آخر سؤال لأنه بدنا نختم القبر اللي كنت عم تحكي عنا دكتور عندي سؤال هل بتنفع على 6 عمر 62 سنة أكيد إذا عنده ميجران 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 مظبوط طبعا أكيد هدي أدوية مائل ولا أي تأثيرات سلبية نعم كمان عم يسألون الأكل الحر بيساهم بالميجران حسب كل مريض إذا الرياضة اليومية بتخفف من حدة الميجران ولا بتساهم بوجع الراس لا بتفيد الرياضة بتفيد أي مرض الدماغي الأوزان بالنواد الرياضية لا يؤثر بس نحكي عن الجهد أي وجع راسي يأتي أثناء الجهد هذا موضوع ثاني المريض يعرف حاليا أنا بس عب عمل الجهد يزيد وجع راسي هذه ليس ميجران هذه لازم نفتش بشي تاني غير حي الاختصاص في أمراض الدماغ والجهاز العصبي ورئيس اسم الأمراض العصبية بمستشفى رزق دكتور محمد تسوقي أهلا وسهلا فيك عبر هو صوت لبنان شكرا على حضورك القيم إلى صوت لبنان أهلا وسهلا شاهدينا ومستمعينا نشكر متابعتكم بلتقيكم بكرة بحلقة جديدة من برنامج تحيات توني هيكل وفرق العمل إلى اللقاء